يبدو أن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني باتت تحصر مصر في الخارج حسب ما تشير صحف القاهرة فالأزمة تتصاعد بين القاهرة ورومة بعد تهديدات وزير الخارجية الإيطالية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مصر إذا لم تكشف القاهرة عن الأسباب الحقيقية لمقتل ريجيني في فبراير الماضي وامتناع الخارجية المصرية عن التعقيب على الموقف الإيطالي منعا للتصعيد بين البلدين إلا أن توجيه أصابع الاتهام إلى أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في مقتل ريجيني دفعت مراقبين هنا إلى القول إن هناك عجزا من جانب القاهرة في إدارة الأزمة بشفافية منذ بدايتها هناك سوء إدارة لأزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني من الدولة المصرية ومؤسستها بسبب تضارف المعلومات عندما تضاربت الروايات بشأنه مر الحديث عن كونه شازن ومر الحديث عن عصابة اختطفته وغيرها من الروايات جعلت الجانب الإيطالي يشكك في جميع الروايات الرسمية المصرية وبسبب أزمة ريجيني تصعدت مطالب حقوقيين بضرورة إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الشرطة نتيجة ما يقولون إن هناك ارتفاعا في وطيرة التعذيب في البلاد في الأشهر الأخيرة إعادة هيكلة الداخلية وتعيين وزير مش زابط مش أمني يعني يكون وزير حقوقي وفاهم وإداري كويس الموضوع مش محتاج زابط عشان يبقى عارف لازم الهيكلة يعني تبقى على دين زابط خاص بالعكس لكن مقربين من الحكومة يتمسكون بأن قضية ريجيني اتخذت أبعادا سياسية واقتصادية للضغط على مصر وترقعها لمصلحة جهات أجنبية القضية بتاعة ريجيني دي وقد أكبر من حجمها وبشتغل فيها كل أجهزة الأمن ومدينها ليه لأن طبعا تسيسها مخلي وضع الأجهزة الأمنية في حرك شوية فعايزين يوصلوا للحقيقة يعني أجهزة الأمن لما هتأخذ واحد وحتعزبه هي يعني ما عنداش القدرة أن تخفيه هتروح تجميه في الشارع يعني حدين نفسها وتعد إيطاليا شريكا تجاريا حيويا لمصر فضلا عن وجود استثمارات ضخمة من بينها حقل الغاز الذي كشفته شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط وهو ثاني أكبر حق الغاز في العالم التطورات تتصرع في ملف مقتل البحث الإيطالي جوليو روجيني فعلى الرغم من تأكيد رئيس السيسي على تعقب الجناة إلا أن ترويح روما باتخاذ إجراءات صارمة ضد القاهرة يؤشر بحسب مراقبين هنا إلى تصعد المخاوف من فرض عقوبات من جانب إيطاليا الشركة الاقتصادية الأكبر لمصر على الإطلاق في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا مسلم قنديل الحرة القاهرة